موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبابي طلاب الصف الثامن اليوم نأخذ درس قوانين الاحتمالات درس ان شاء الله كثير سهل كثير بسيط يلخذوا نفس دائما اهدأوا دائما استرخوا قانون واحد كل هالدرس لها قوانين ولهنا كثير بس قانون واحد بسفها ممنيح وبتطلع امورك تمام بس قبل هالشي خاني اعمل مراجعة للدرس السابق في الدرس السابق اخذنا ايش اسمه احتمال الحادث وقلنا شو يعني احتمال قلنا منرمز له بالرمز لام شو منرمز له بالرمز الرمز لام الرمز لام للاحتمال قلنا اللي هو عدد عناصر الحادث هاي عين اللحاوة على ايه على الفضاء العيني كامل على عدد عناصر الفضاء العيني هذا هو اللي خلنا المرأة الماضية يعني باختصار شو الاحتمال قدل عدد العناصر بنطبق عليها الحادث على عدد العناصر الكلية للحادث هاي هي فكرة كل الدرس الاول يعني لو بدك تختار تفاحة من اربع تفاحات ويكون لونها على سبيل المثال هون هاي هون الوانهم بنفسجي وبدك اختار البنفسجي شو بتقول قدل عدد العناصر بنفسجي اربعة قدلهم ما كلهم اربعة اربعة لاربعة واحد هذا بيكون جوابه ايه واحد لانه عدد عناصر الحادث زي الفضاء العيني طيب لو بدي عدد عناصر تفاحة بدي تفاحة امرأ بينهم هذول لا يجد احمر فبتقول سفر على اربعة ويساوي سفر وهذا منسميه فاي واضح يا حلوين يعني هذا الحادث المستحيل هذا اسمه حادث اكيد بهذا الشكل لا يجد افكار صراحة اكثر من هيك اهم اشي انك تعرف ترسم المخطط السهمي في الدارس الاول والحين بدنا نأخذ قوانين الاحتمالات اطلعوا معي مثال صراحة جميل انه يوضحنا في نشاط واحد شو القانون الاول يعني هاي فكرته جيدة يراد اختيار حرف عشوائي من مجموعة بطاقات كتب عليها بالحروف هاي هذولة كلياتهم الحروف اكتب الحوالث الآتية ثم اكمل اختيار احد حروف كلمة بيسان يا اب يا اي يا اس يا ا يا ان قد عددهم عدد الحروف خمسة من قد الأصل الحروف واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احد عشر احد عشر اتناش تلتعشر اذا خمسة من ثلاثة عشر الاحتمال انه يأخذ طبرية يلا اط اب ار اي ا طبرية قدي عندي ثلاثة خمسة كمان خمسة ع تلتعش طيب حا واحد تقاطع حا ثنين ايش عن التقاطع يعني ما الاحرف المشتركة بين هاي وهاي بتقول لي حرف الاب حرف الاب حرف الياء حرف الياء حرف الالف حرف الالف اذا باء وياء والف هذول المشتركات قدي احتمالهم هذول ثلاثة ع تلتعش لاحظوا ان هذا منسميه تقاطع الحادثين ايش يعني تقاطع الحادثين بمعنى يا حلوين انه هذا الحادث بيصير مع بعض اتنين اشي مشترك يعني اذا اجي حرف الباق بينطبق الحادث الاول والحادث الثاني طيب حا واحد اتحاد حا ثنين شان حا واحد اتحاد حا ثنين يعني بعمل اتحاد للمجموعة هاي والمجموعة هاي باخذ كل العناصر اللي هون مع كل العناصر اللي هون من غير تكرار اذا هاي كل العناصر من غير تكرار واتحادهم قد بيطلع واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة سبعة من قد من تلتعش اذا بتوجد في عنا قانون لاحظوا احتمال الحادث الاول هذا القانون جدا مهم احتمال الحادث الاول اتحاد الحادث الثاني هو احتمال الحادث الاول زائد الحادث الثاني ناقص تقاطعهم هذا بدك تحفظه سهل جدا كيف يعني احتماله هذا سبعة من تلتعش سبعة ثلتعش يساوي اللي هي خمسة ثلتعش الحادث الاول زائد الحادث الثاني خمسة ثلتعش وبنقص منهم التقاطع ناقص ثلاثة ثلتعش رح يطلع معاك سبعة ثلتعش بهذا الشكل اذا بتعملها واضح كيف الاتحاد والتقاطع بينهم نشاط اثنين يلا نطبق على القانون اللي عنا قانونه طبق سهل جدا نحن بتشوف كيف الامور خفيفة وانظيفة وسهلة اكمل ليجاد احتمال الحادث الاول اتحاد الحادث الثاني في كل مما يأتي اذا كان احتمال الحادث الاول 0.4 احتمال الحادث الثاني 0.7 والحادث الاول تقاطع الحادث الثاني 0.2 بدنا نوجد الاتحاد بتقول لام حا واحد اتحاد حا ثنين نساوي لام الحد الاول لام الحاث الاول لام الحاث الثاني ناقص لام حاث الاول تقاطع الحاث الثاني ويساوي قدي احتمال الحادث الاول 4 بالعشرة قدي احتمال الحادث الثاني 7 بالعشرة قدي تقاطعهم 2 بالعشرة 4 زيت 7 11 ناقص 2 9 بالعشرة بيطلع احتمال الحادث الاول تقاطع الحادث الثاني هون طيب اذا كان شو بده طيب تمام اذا كان لام الحد الاول يساوي 7 بالعشرة ولام الحد الاول اثنين لام الحد الثاني ولام الحد الاول تقاطع لام الحد الثاني 3 بالعشرة طيب مدام هذا الحكي بدي لام الاتحاد يالله منقول لام حا واحد اتحاد حا ثاني يساوي لام حا واحد زائد لام حا ثاني ناقص لام حا واحد تقاطع حا ثاني قدي احتمال الحد الاول 7 بالعشرة قدي احتمال الحد الثاني اللي هو نفسه طلعوا احتمال الحد الاول يساوي اثنين اللي هو الحد الثاني يعني الحد الثاني شو يساوي نصه واضح شو نص السبعة بالعشرة 35 بالمية نص السبعة بالعشرة 35 بالمية وهنا 3 بالعشرة من وين هاجبتها طلعوا يا حلوي 0.7 يساوي اثنين لام الحد الثاني شو عكس الضرب القسمة عثنين عثنين بظل لام الحد الثاني يساوي سبعة بالعشرة عثنين 35 بالمية امسك واعمل فهي بتطلع 0.75 بالمية هذا هو بين الحد الاول والحد الثاني نشاط ثلاث إذا كان احتمال نجاح رجاء في امتحان الرياضيات هذا لام حا واحد سبعة بالعشرة واحتمال نجاح في امتحان اللغة العربية هذا لام حا ثنين تمانية بالعشرة واحتمال تنجح مع اثنين معا شو يعني اثنين معا يا حلوين يعني ايه التقاطع بالامتحانين هاي لام حا واحد تقاطع حا ثنين فما احتمال نجاح رجاء في احد هذه الامتحانين يعني بدها ايه لام حا واحد اتحاد حا ثنين فلام حا واحد اتحاد حا ثنين طبق القانون لام حا واحد زائد لام حا ثنين ناقص لام حا واحد تقاطع حا ثنين قد لام حا واحد بس طبق من هون اللي هي سبعة بالعشرة ولام الحا 2 ستة بالعشرة آس في 8 بالعشرة ولام حا 1 اتحاد لام 2 ستة بالعشرة إذا بتيجي بتعملها بيطلع 9 بالعشرة هو احتمال النجاح في كلتا الامتحانين نشاط 4 لدي اختيار عدد عشوائي من المجموعة سين 11 12 13 14 15 16 إلى 19 إذا كان حا 1 بيمثل اختيار عدد زوجي وحا 2 بيمثل عدد يقبل القسمة على 5 أجد لام حا 1 تقاطع حا 2 طيب بده التقاطع لاحظوا حا 1 شو مجموعته بتقول عدد زوجي شو العدد الزوجية هنا إذا بتلاحظوا ما 12 وال14 وال16 وال18 هاي حا 1 طيب حا 2 شو حا 2 إيش بيقبل القسمة على 5 إليهم 15 وبس في غير 15 لا فقط 15 من كل عدد هاي بيقبل القسمة على 5 طيب بده التقاطع ما بين حا 1 و حا 2 شو التقاطع بينهم لاحظوا ان التقاطع بينهم وليش فاي ليش فيش مشترك بين الاتنين إذن لام حا 1 تقاطع حا 2 فاي مجموعة خالية وهذه اللي بنسميهم حوادث منفصلة شو يعني حوادث منفصلة يعني مستحيل هذا يحدث محا يعني مستحيل تلقي عدد بيقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 5 من بين هذه الأعداد هاي هي الفكرة طيب هذولة إذا بيكون بيكونوا حا 2 منفصلين وعندها بيكون لام حا 1 اتحاد حا 2 لام حا 1 زائد لام حا 2 و الراحة تلام التقاطع لأنها الصفر هيك معناه النشاط 5 إذا كان حا 1 و حا 2 حادثين في فضاء عيني وكان لام الحال 1 أربعة بالعشرة ولام حال 2 خمسة بالعشرة واتحادهم قد بيعطيك 8 بالعشرة فهل حا 1 و حا 2 منفصلين بيطبق إذا كان لام حا 1 اتحاد حا 2 يساوي لام الحد الأول زائد لام الحد الثاني فهذا الحكي بيكون أنهم منفصلين يعني التقاطع بينهم صفر جرب هل تقاطحهم هل 8 بالعشرة يساوي 4 بالعشرة زائد 5 بالعشرة 4 بالعشرة ليحا 1 و 5 بالعشرة ليحا 2 هل هو بالضبط لا إذن ليس منفصلين ليه يشت أن هاي بيطلع جوابها 9 بالعشرة وهي 8 بالعشرة لا يوجد تساوي في تقاطع هيك الفكرة يوجد تقاطع غير منفصلين نشاط 6 هاي أشكال الفان أو أشكال فن زي ما بيقولوها وللها وللها تقاطع هاي بيطلع جوابها أتأمر التمثيل المجاور بأشكال فن للفضاء العيني لتجربة عشوائية وهي الحوادث ثم أكمل شو بدي أكمل حا واحد وحا ثنين وحا ثلاث وتقاطحهم واتحاداتهم مع بعض طيب تمام طالعوا معي بدنا نجد حا واحد جلي الله قد احتمال الحد الأول لام لحا واحد بتقول الحد الأول وين هو الحاد الأول وفي عنصرين يذن اثنين من قد قد يعلل العناصر كلهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمين من ثمانية لام لحا ثنين كم من عنصر جوا حا ثنين هاي حا ثنين الدوارية هاي فيها 3 من قد من 8 ولام لح 3 هاي ها الدورية هاي 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 شايفها هاي الدورية ح 3 اللي هي 1 و 2 3 و 4 4 و 8 طيب يلا ما نوجد لام ح 1 اتحاد ح 2 بتقول اللي هي لام الحد الأول زائد لام الحد الثاني ناقص لام حد الأول تقاطع الحد الثاني لدي لام الحد الأول 2 على 8 لام الحد الثاني 3 على 8 تقاطحهم بين الحد الأول والحد الثاني قد تقاطع بينهم اذا بتلاحظ الحد الأول والحد الثاني لا يوجد تقاطع لان هاي الدورية هاي مش متقاطعات اذا هاي صفر فبيطلع 5 على 8 يالا بنا نوجد الحين لام الحد الأول مع مين مع الحد الثالث اللي هي لام الحد الأول زايد لام الحد الثالث ناقص لام الحد الأول تقاطع الحد الثالث من الرسمة يدي لام الحد الأول 2 على 8 لام الحد الثالث 4 على 8 ناقص اتحاد الأول مع الثالث الأول مع الثالث لاحظوا أنه بيتقاطع معاه في عنصر 1 اللي هو 5 فمعناته هو أنصر واحد فقط واحد على ثمانية إذا بتيجي بتعملها قدي بتعطي خمسة ثمانية اثنين زايد أربعة ستة ناقص واحد خمسة بيضل عندي شي واحد هنا مسوي بالزاوية لام اللي هي الحد الثاني اتحاد الحد الثالث لام الحد الثاني زايد لام الحد الثالث ناقص تقاطحهم قدي لام الحد الثاني اللي هي ثلاث على ثمانية لام الحد الثالث أربعة ثمانية ناقص تقاطح الحد الثاني مع الحد الثالث الثاني مع الثالث يا حلوين بيقطع بعض بس في وحدة فهي واحد على ثمانية فبيطلع ستة على ثمانية ليش ستة ثلاثة زايد أربعة سبعة ناقص واحد ثمانية ستة فهي 6 على 8 معا بهذا الشكل تمرين مسئل يلا اطلع معي بيضم صف 30 طالب فاذا كان 14 منهم شمالهم ال14 يتابعون كرة القدم و10 بيتابعوا السلة و8 بيتابعوا اللعبتين فاذا تم اختيار احطوا اللاب عشوائي فما احتمال 1 أن يكون من مباريات كرة السلة وكرة القدم يعني شو بدوا بين كرة السلة وكرة القدم بدوا يا حلوين تقاطعهم يعني لام لحا للسلة تقاطع لام لحا للقدم واضح كيف من ان وجده هذا يلا منقول لام لحا للأول وحلال بيتابعوا اللعبتين هو معطيك الجواب صحيح 8 بيتابعوا اللعبتين يعني 8 8 من قديش من 30 جاهزة ليش تقاطعهم عطيكي البتابعوا اللعبتين كرة السلة وكرة القدم طيب البتابعوا كرة السلة أو كرة القدم هنا لام لا لحال السلة لحال السلة لحال السلة أو يعني اتحاد لحال القدم اعملوا هنا الحين يلا اللي هي لام الحد الأول زائد لام الحد الثاني ناقص لام تقاطع الأول مع الثاني قديلها من الحد الأول اللي هي 14 من 30 والحد الثاني اللي هي 10 من 30 وبتنقصها من 8 من 30 فالي هي بتطلع 16 على 30 16 على 30 هاي هي مع بعض طلع اللي بعد إذا كان احتمال نجاح يمنى في الرياضيات هايها معطيك إياها وتنجح في الفيزياء 8 بالعشرة وتنجح في الرياضيات أو الفيزياء شو يعني أو يعني اتحاد 88 بالمية فمحتمال نجاحها في المبحثين معا يعني بدو التقاطع بتقول لام الحد الأول اتحاد الحد الثاني يساوي لام حا واحد زائد لام حا تنين ناقص لام حا واحد تقاطع حا تنين بديم أعطيك إياها هاي 0.88 يا رياضيات يا فيزي رياضيات لحال 0.75 فيزياء لحال 0.8 وبتنقص منهم التقاطع اللي هو بدي أطوله فسفر فاصلة ثمانية ثمانية يساوي هنا خمسة وهنا خمسة وهنا واحد واحد فاصلة خمسة خمسة ناقص التقاطع تباح فلام حا واحد تقاطع حا تنين يساوي واحد فاصلة خمسة خمسة ناقص صفر فاصلة ثمانية ثمانية اطناش وخمسة وخمسين فبيطلع سبعة وستين بالمية سبعة وستون بالمية طلع على سؤال ثلاثة إذا كان لام الحد الأول يساوي اثنين لام الحد الثاني وكان لام الحد الأول اتحاد الحد الثاني سبعة بالعشر وتقاطع حم ثلاثة بالعشرة بدي الحد الأول والحد الثاني حط القنون طبق على القنون باختصار هاي اتحاد بعض لام حا واحد حا ثنين وحا واحد تقاطع حا ثنين لدي ما أعطيك التقاطع أسفل اتحاد سبعة بالعشرة لام الحد الأول ما هو لام الحد الأول ما أعطيك إياه ثنين لام الحد الثاني حط بداله ثنين لام الحد الثاني من وين جبناها؟ من هان بدل هيبها عشان تظل عندك متغير واحد زائد لام الحد الثاني نقص تقاطع حمل هو ثلاثة بالعشرة سبعة بالعشرة يساوي اتنين زائد واحد ثلاثة لام الحد الثاني نقص ثلاثة بالعشرة اجمعوا يا حلوين ثلاثة بالعشرة ثلاثة بالعشرة عكس العملية فبيطلح هنا واحد صحيح يساوي ثلاث لام الحد الثاني وبتقسم على ثلاث على ثلاث فلام الحد الثاني يساوي ثلاث ومدام لام الحد الثاني يساوي ثلاث فما نتقدير لام الحد الأول قلنا لام الحد الأول قدل حد الثاني مرتين يعني أضرب اثنين في ثلاث ويساوي ثلثين وبيطلع الشغل هذا كله جاهز يلا علي بعد سؤال أربعة سحبت بطاقة عشوائية من صندوق في ثمان بطاقات من واحد لثمانية فإذا كان حواحد بمثل أدد أولي طيب شو يعني عدد أولي طيب هنا واحد لثمانية واحد بثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي الأرقام شو العدد الأولي يا هاي العدد الأولي طلعوا هون عدد أولي اللي هما يا اثنين يا ثلاث يا خمسة يا سبعة قدير العدد الأول هي اللي هي أربعة من ثمانية طيب مربع عدد طبيعي اللي هو يعني يكون إشي بيتربعه يعني بيطلع ناتج تربيع فيها ثنين اللي هي اثنين والواحد اثنين لا لا ما بيزبطش اثنين الواحد والأربعة بس الواحد والأربعة اللي هي اثنين من ثمانية يعني مربع عن أي إشي بيكون ناتج تربيع بس الواحد والثنين ممكن تقول واحد تربيع بعطيك واحد اثنين تربيع بعطيك أربعة غير هيك ما بيزبطش يمثل عدد ظهور عدد أكبر من ثلاث ح ثلاث ح ثلاث إيش أكبر من ثلاث اللي هم عندي واحد أو ثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة إذن خمسة على ثمانية يلا بدنا نوجد لام الحد الأول اتحاد الحد الثاني لحظ إن لام الحد الأول اتحاد الحد الثاني يساوي لام حا واحد لام حا ثنين نقص تقاطحهم ويساوي لام الحد الأول قد يحلوين أربعة ثمانية ولام الحد الثاني ثنين على ثمانية تقاطحهم هل العدد الأولي ممكن يكون مربع عدد طبيعي فيش عندي ولا أي عدد ممكن إذا انتقاطوهم هنا قد دي صفر فبيطلع ستة ثمانية ما في أي عدد بقى ربع مربع عدد طبيعي يكون غير الأربعة والواحد وهما ليس أعداد أولية طيب لام حالة اتنين اتحاد حالة ثلاث حالة اتنين مع حالة ثلاث يظه نمشي بحالة اتنين هي اثنين على ثمانية حالة ثلاث خمسة على ثمانية وبنقص تقاطحهم بين حالة اتنين لحالة ثلاث اللي هو عدد أكبر من ثلاث اللي هي أنا واحد على ثمانية بس يجي أكبر من ثلاث ويكون مربع في الشلة الأربعة تطلع اتنين زائد خمسة سبعة ثمانية ناقص واحد على ثمانية ويساوي ستة على ثمانية أخر وحدة حا واحد اتحاد حا ثلاث هاي لامل حا واحد اتحادنا مع حا ثلاث احتمال الحد الأول ما هو أربعة ثمانية احتمال الحد الثالث خمسة ثمانية وتقاطعهما ما بين عدد أكبر من ثلاث وعدد أولي شو الأكبر من ثلاثة وأولي اللي هم الخمسة والسبعة إذن اثنين من ثمانية تطلع تسعة ثمانية ناقص اثنين من ثمانية فتطلع سبعة ثمانية هذا هو السؤال سؤال يعني حلو هذا سؤال جميل بيتطلب الواحد يكون فاهم كل شي تقدر يحل السؤال زي سؤال أربعة وصراحة بيكون رائع ذا بيجي في امتحان نهائي لأنه مش راح حدا يحلو إلا يكون فاهم الدرس الأول والدرس الثاني طلع اللي بعد سؤال خمسة مهتمدا على التمثيل المجاور أجد الآتي لام حواحد تقاطع حاتنين لاحظوا قدي حواحد وحاتنين ومتقاطعات بس متقاطعات هون في النقطة هاي ومتقاطعات في النقطة هاي فمعناته واحد من قديه من كل شي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن واحد من ثمانية هذه جواب الأولى لام حواحد اتحاد لام اثنين لاحظ إنه لام حواحد اتحاد لام حاثنين يساوي لام الحد الأول زاد لام الحد الثاني ناقص لام الحد الأول تقاطع الحد الثاني قدي احتمال الحد الأول يا حلوين احتمال الحد الأول ثلاثة من قديه من ثمانية واحتمال الحد الثاني أربعة من ثمانية ناقص تقاطعهم اللي هو واحد من ثمانية كل الحكيب يطلع ستة من ثمانية قد يكون الحكيب يطلع ستة من ثمانية بهذا الشكل وهيك يا حلوين منكون جاهزين ديروا بالكو حاولوا فكروا يعني هذا الدرس يحتاج تفكير وبدوا يكون دقيق يعني الواحد شوفكم إن شاء الله في الدرس قادم إلى اللقاء